زي ما حكنا لكم إنه كل يوم ثلاثة رح يكون في عنا فقرة وهاي الفقرة هي دوزن فكرك رح تكون مع الدكتورة رولا بازادوغي اللي هي أخصائية في الهندس البشرية والرئيس التنفيذي لصندوق السعادة والتنمية الحياتية وهي موجهة للصحة العقلية والسلوكية للأفراد حتى للأزواج والعائلة وبرضو مستشارة للحياة المهنية خلينا اليوم نشوف بشو بدنا ندوزن فكرنا طبعا أنا كتير متحمسة لهذا الموضوع وهيك يعني عن جد أهلا وسهلا فيكي أهلا فيكم أنا مبسوطة أكتر كبان معاكم وإن شاء الله يعني نقدر نساعد الناس قد ما منقدر يعني أهم إيش الواحد يدوزن فكرك خصوصا بهاي الفترة صح لأن هذه الفترة عائلنا مش معانا صعبة كتير ضايع هي للأسف يا دكتورة ضايع الموضوع طب قبل ما نتطلق بهذا الموضوع أكتر لليوم ونحكي عن دوزن فكرنا خلينا نسأل للمستمعين أدي تأثير حجم الحجر على نفسيتهم أدي بيأثر هذا الموضوع عليهم الحجر أدي أثر عليكم أو على ترتيب حياتكم ابعتونا على 07-88-95-3-95-3 عبال ما ندردش مع بعض يعني أنا وياكي خلينا هيك ببداية نحكي كيف ممكن إحنا نرتب حياتنا أو كيف ممكن ننصح الأشخاص اللي عم بيتابعونا واللي عم بيسمعونا إنهم يرتبوا حياتهم أول شي لازم نحاول قد ما بيكون في حوالينا مشاكل وتحديات وهلوقت الصعب هذا يعني عم تقسى الحياة للأسف علينا ولكن منقدر إحنا بطريقة لطيفة وبسيطة جدا بخطوات مبسطة إنه ندوزن فكرنا ونقدر إنه يعني نبسط حياتنا والمشاكل اللي عم تواجهنا نحاول نحلها بطريقة صحيحة وبسيطة يعني أهم شي تكون ممكن نحط بلعان وخطة لأنا طبعا هو هذا الصح لازم أول شي نحط خطة غير الخطة كمان لازم نحاول المشاكل أو التحديات اللي بنشوفها كتير كبيرة نصغرها لتشنكس زي ما دايما بقول إنه هاي التحديات نخلي يعني تركيزنا على إيجاد حلول ما نحاول نظلنا نفكر ونعيد ونزيد بنفس المشكلة يعني صفي عنا كتر التفكير وقلق وما إلى ذلك لا يحاول الإنسان إنه يبسط المشاكل والمشاكل بس يبسطها رح يقدر يوصل لجذورها وجذورها يبلش وحدة وحدة يحل فيهم هيك بنقدر يعني نرتب حياتنا ونعيد ترتيبها بالطريقة هاي أما إذا يعني تصنع نطلع على الموضوع إنه لقى كتير والله في عنا مشاكل مشاكلنا كبيرة مثلا مش عم نقدر نحلها مش عم نقدر نتصرف فيها لا هذا الحكي رح يأثر علينا سلبا على حياتنا وعلى نفسيتنا وحتى على العلاقات الموجودة بحياتنا هل مهم إنه الواحد يعرف يرتب الأولويات اللي عنده بتساعده على ترتيب حياته صح بطريقة صحيحة ويغير طريقة تفكيره لطريقة صحيحة إنه ترتيب الأولويات أدي مهم هذا الإشي طبعا يعني أهم شي إنه نرتب أولوياتنا ونرتب حياتنا يعني إحنا مثلا فيه أشياء كتير بنقول إحنا لازم نعمل هيك ولازم نوصل لهذا الشي لازم نعمل هذا الشي وبنلنا نفكر بطريقة يعني بتوصلنا لمكان للأسف مزدود أغلب الوقت بنقول طب إحنا هاي الأمور خارجة عن سيطرتنا شو لازم نعمل شو لازم نسوي طب كيف بدنا نوصل لهذا الحكي إذا رتبنا الأولويات زي ما تفضلتي وحاولنا إنه مثلا نضيف كمان عليها نعمل فاين تيونينج للأشياء اللي إحنا بحاجتها نشوف شو الأساسيات اللي إحنا بحاجتها بعدين نشوف إيش كمان منقدر نعدل ونطور على هاي الأمور هون بصفي حياتنا أبسط ومنقدر نوصل لأهدافنا بطريقة أحسن وتكون حياتنا مرتبة يعني ببساطة زي ما بنحكي مش إنه نربطها بأهداف معينة طويلة المدى أو بإشي صعب وخارج عن إرادتنا تعرفي زكرتيني بهذا الموضوع عن كتاب اللي أشت أقرأ فيه اللي هو فن اللا مبالا قدي مهم الواحد يكون أوقات عشان يعرف يرتب حياته إنه في بعض الأحيان ما يكون مبالي بأمور ويعطيها أكبر من حجمها عشان يعرف يرتب حياته بالطريقة الصحيعة دكتور ريلا خلينا نحكي عن الحمى المقصورة شو هي؟ وشو يعني هاي الحمى؟ حمى المقصورة هي أو حمى الكوخ هي إنه كابين فيفر إنه لما إحنا نكون موجودين بمكان معين ومعزولين عن الأشخاص عن الخارج يعني عن المحيط تبعنا هذا الشي بيأثر علينا بصفي بعد فترة زمنية معينة بسبب لنا الانزعاج والاضطراب وهيك إنه منصفي متضيقين يعني إنه مش مرتاحين يعني بهذا المكان اللي إحنا قاعدين فيه فبصفي عنا زي فيفر هلأ الفيفر أو الحمى هاي إيش ليش منحكي عنها؟ حمى لإنه أعراضها شوية بتدايق الإنسان وبتأثر على حياته بتأثر على نفسيته بتأثر على صحته العقلية والجسدية وحتى على زي ما حكينا المحيط يعني علاقته الأسرية والعلاقاتية حتى بالمهنة يعني حتى بشغله كمان بتأثر عليه حتى لو كان بيشتغل من البيت هذا الشيء بيأثر علينا بطريقة بتأزينا يعني بتأزي نفسيتنا وما إلى ذلك فهذا هاي هي الحمى المقصورة هلأ كيف بنعرف؟ بدي أحكي لك هلأ في أشخاص مثلا كيف يعرف أنهم بيعانوا من هاي الحمى أو عم بتأثر عليها إنه شو الأعراض الممكن يحسوا فيها عشان يحكوا أو الله أنا عندي هاي الحمى أول شيء إنه الإنسان ما بده يقوم من النوم يحب بيضل نايم أو ياخد نابس هون وهون كسلان كتير كسل خمول ممكن يصير في عنده تغير بالوزن يعني ممكن يصير يحب يأكل كتير يحب مثلا إنه يتعامل بطريقة هيك لا مبالية مش طايق يعني يصحى يقوم من التخذ مش حابب إنه يعمل أي فعالية موجودة يعني ممكن إنه يعملها حتى بالبيت ببطل إلو نفس إنه يعمل هذا الشيء فهي يعني بيسموها نقص الدافعية إنه ما عنده دافع لأي شيء ما في موتف هذا الشيء كله بيأثر هي أعراض الحمى هي بتأثر على نفسيتنا وبتوصلنا لهاي الأعراض اللي حكيناها أتوقع على أغلبية الشعوب بتعلم هاي الحمى خصوصا بالحجر اللي إحنا قاعدين فيه يعني أغلبية الشعوب بالأسف صح خلينا نفهم إنه هيك ذكرت موضوع الحجر المنزلية والحضر الجزئي والكل اللي صار كله نفس الشيء أديه بيأثر هذا على سلوكياتنا وعلى حياتنا وعلى تعاملنا مع الأشخاص بأثر كتير يعني زي ما أنت شايفة إنه كلنا حتى عشنا هاي التجربة تجربة هي كولكتف بسموها كولكتف دروما لهي صدمة جماعية إنه إحنا كلنا وصلنا لهذا المكان عم نعيش آثاره وتبعاته وحتى أثر بسلوكنا إنه في عاداتنا تغيرت إجباريا مش إشي إنه كان يعني كان إلنا الخيار فيها فالإنسان العادات تعته تغيرت وبالتالي العادات هاي اللي أثرت عليه بشكل سلبي أو إيجابي في ناس أثرت عليها سلبا فصفت بتعاني من حمى المقصورة وفي ناس أثرت عليها إيجابا بإنها اكتشفت مواهب جديدة اكتشفت أشياء تالنس موجودة عندها صحيح سخرت هذا الوقت وهاي الأشياء لإنه تحاول تتعلم لغة جديدة تتعلم مهنة جديدة تطور من حالها إكزاكتلي أدي هذا مهم الصراحة يعني أنا مع الأشخاص اللي بيطوروا حالهم بهاي الفترة طب كيف الواحد ممكن يخفف من أعراض هاي الحمى اللي ممكن تصيبه وأنه خلص يعني يقول إحنا مضطرين نعيش بهاي التجربة يعني مش بإرادتنا إحنا مشبورين زي ما أنت ذكرت حضرتك بس كيف ممكن نحاول إحنا نخفف من هذا الشي في كتير أشياء بنقدر نعملها هلا أول شيء زكانت الأعراض طفيفة يعني إنه أوكي في كسل في خمول في إنه رغبة بالأكل بس ما عم بتزيد وزننا كتير أو مثلا ما عم ناكل ولكن في وجبات خفيفة عم ناكلها وعم نقدر إنه نعيش حياتنا هاي أعراض الطفيفة بنقدر إنه إحنا نقاومها عن طريق إنه نحاول نمشي حوالين المنزل مثلا يعني نطلع من البيت نمشي حوالي بس نشم شوية هوا نظيف نحاول نغير البيئة المحيطة فينا ما قدرنا مش مشكلة نفتح الشبابيك نحاول إنه يفوت شمس قولي هلأ شتا بس يعني بتشمس شوي نحاول إنه نفوت شمس أنت نغير الإضاءة اللي موجودين نحنا فيها هذا الشي بيأثر عشان دورتنا الدموية يعني فبيأثر إيجابا بموضوع حل الأعراض هاي هلأ غير هيك كمان بنقدر مثلا نعمل تمرين تمرين مش ضروري نروح عالجم أو نطلع بره البيت أو هيك بنقدر جوه البيت نعمل تمرين معينة ممكن تكون رياضية ممكن تكون مثلا يوغا ممكن تكون whatever إيش الإشي اللي نحسه بناسبنا ولكن بيطلعنا من هذا الموت بيخلي دورتنا الدموية تتحرك بطريقة صح بنحاول إنه نعمله هلأ غير التمرين كمان فيه أشياء تانية بنقدر نعملها اللي هي مثلا نحاول نستخدم عقلنا أكتر يعني نشغل مخنى بأشياء تانية بس مش نكتر تفكير ما نقلق ما نحاول نفوت باللوب بتاعة الألق هاي لا نحاول إنه مثلا يعني نشغل مخنى بمسلا ألعاب بسيطة ممكن تكون ألغاز نحل ألغاز ممكن مثلا كمان نلعب شطرنج أي شي ممكن يحرق دماغ ويبعده ويبعده عن كترة التفكير والألق وإنه أنا قاعد بالبيت مش قادر أطلع أنا عندي كذا أنا مشكلتي هيك أنا هيك لا يحاول يبعد تفكيره عن هاي الأمور ويحاول يحل مشاكله أو تحدياته زي ما حكينا بأول الحلقة إنه هذا الأشي منقدر نعمله عن طريق دوزان الفكر اللي هو نبسط المشاكل ونركز على الحلول والأشياء اللي ما منقدر نعمل شي نيقا تماما هي حقيقة يعني ما فيه اتنين بيختلفوا عليها اللي هو إنه الإنسان ما بيقدر فيه يعني يغير إشي إذا فيه إشي مش قادر يغيره وكتير صعب عليه فالأمور لحالها رح تتغير ممكن يعني بعد فترة يصير يقول إنه طب أنا هلأتي كنت أنا يعني مستتقل من هذا الموضوع ولكنه إنحل فرح يتغير بإذن الله ولكن أنت حاول بهاي الفترة أي شي بتقدر تغيره غيره أي شي بتقدر عليه إنك تطوره طوره حاول إنك تبعد عن السلبية بكل الأمور تحليك إيجابي بالظبط طبعا أول ما نكمل بهذا الموضوع بدي أتطرق لموضوع الأطفال بخصوص هذا الموضوع لأنه إنه أكثر فئة اللي تأثروا بهاي الفترة بهاي الجائحة مثلا وبالحجر المنزلي خلينا نحكي ونطرق لموضوع الأطفال وأدي تأثر الأطفال بالحجر المنزلي وأدي كان له تأثير سلبي عليهم فهل هاي الحمى اللي إحنا حكينا فيها بتأثر على الأطفال؟ وإذا فعلا بتأثر على الأطفال هل بتختلف أعراضها عن البالغين عن الأطفال؟ يعني ممكن نقدر نفرق؟ هلأ إحنا ممكن نفرق هلأ الأطفال أكيد بينصابوا فيها وأكيد أنه بتأثر عليهم سلبا أكثر منها ولكن الإشي اللي بنقدر نحكي أنه كيف ممكن نأثق يعني ممكن نخفف من هاي الأعراض عليهم بهي أنه نحاول نفس الشي نفس الأشياء اللي حكيناها أنه ممكن نطبقها على الكبار نطبقها على الصغار بطريقة تانية طبعا الألعاب الدهني ممكن نفسها ممكن تختلف ممكن نحاول أنه يعني نشركهم بفعاليات منزلية يعني مثلا تعالوا نعمل كيك تعالوا مثلا نعمل نرسم نلون مثلا ممكن نلعب ألعاب لها علاقة فيهم بأعمارهم حسب أعمارهم ما بنقدر هلأ نحكي بالضبط لكل حدا أكيد ولكن أنه بنقدر عموما أنه كل طفل بعمره نحاول أنه نخليه انجيج بألعاب يعني مناسبة لهذا العمر وبنفس الوقت أنها تشاركية بينه وبين العيلة ونطلعه من أي يعني انزعاج ممكن يشعر فيه هلأ طبعا الأطفال بينزعجوا ممكن مثلا يسيبهم لا سمح الله ألم يعني يصفي يقولك أنا تعبان بدي أنام راسي بوجعني بطني بوجعني مثلا أو مش عارف أنام طول الوقت صاحي أو ممكن ينام كتير فهاي الأشياء بتأثر طبعا عليها ممكن أنه يبكي بالبكة يعني عن طريق البكة يعصب يصرخ يكسر بالضبط بالضبط فهاي الأشياء كلها ممكن أنها تأثر على هذا الطفل اللي هي أعراض الحمى هاي فإحنا منقدر من هاي الأعراض ننتبه على شو اللي عم بصير معه وانس عرفنا منقدر أنه نحاول أنه يعني نخفف من هاي الأعراض ونستوعبه ونحتوي أهم شي ندرك أنه يكون هو عم يعاني منها ما نحاول أنه نضغطه أكتر أو نقول أنه لا ممكن يكون ماله إشي تاني لا بالعكس أول إشي نتطلع عليه أنه ممكن يكون بعاني من هذا الموضوع هلأ كمان ما بدنا يكون فيه لغط ما بين حمى المقصورة وأمراض تانية يعني ممكن أنه الأعراض تكون لأسباب لأمراض تانية فإحنا يعني إذا كانت الأعراض يعني قوية ومش أعراض طفيفة ومنقدر أنه يعني ندركها بنفس الوقت نسأل مختص لأنه إذا ما سألنا وضلينا لحالنا نطنش الموضوع للأسف رح يتفاقه رح يوصل لا سمح الله لاكتئاب لأشياء أمراض إحنا بعاد يعني فش داعي نوصلها لهاي الأماكن فالأفضل إنه لا نحتوي الموضوع ندركه ونحاول نعرف شو الموجود شو الإشي اللي عم بيعاني منه نسيطر عليه وبالتالي منقدر هيك نخلص منه أو نحاول نحد من تبعاته وآثاره السلبية وكمان ممكن نزيد عليها زي ما إحنا الكبار بحاجة إحنا نشم هوا وناخد شمس برضو مو غلط إنه إحنا ناخد الأطفال ونمشيهم طبعا نطلع بالجنينة شمموهم هوا شممهم هوا طفل زينا زيه صح أكثر منا هو بحاجة هو أكثر هن بحاجة أكثر يعني الصراحة بدي أشكرك لهذا الموضوع لأنه بهاي الفترة إحنا بحاجة إنه ندوزن فكرنا بطريقة صح نتجه للطريقة الصحيحة لأنه ممكن يؤدي فينا يعني الموضوع إنه نوصل لحالة من الخمول والاكتئاب والكسل ويؤدي هذه الأشياء العواقب كتير وخيمة إحنا ما بدنا إياها فعشان هيك شكرا لإلك دكتور ريلا شكرا لإكتور بس قبل ما أنهي نعرف شو موضوع الحلقة الجاي عشان هيك نحمسهم شوي عليه هلا المرة الجاي إن شاء الله رح نحكي عن موضوع إنه الاكتئاب اللي بأثر على حياتنا وممكن يوصلنا لحد الموت للأسف يعني أوقات إنه الاكتئاب ممكن يوصلنا للموت في أمور يعني يعني نعيشها ممكن تكون مواقف صغيرة إحساس صغير هاجس صغير وإحنا نحاول يضل تراكم 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 يوصلنا لمكان نعاني منه بالإحباط والاكتئاب وهذا الشيء ممكن يوصلنا للموت فإن شاء الله لا الله يبعد عنكم كل شر ويحميكم يعني بس إنه من نحاول يعني نعرف شو الأدرات وشو هو بالضبط ما رح نحكي لكم أكتر عن هذا الموضوع عشان نخليكم شوي متحمسين يعني أشكرك أشكرك دكتورة رولا بزادوغ على هاي المعلومات اللي بتعطينا إياها وبدي أحكي لكل المستمعين إنه كل يوم ثلاثة على الساعة خمسة ونصر حيكون لدينا فقرة دوزن فكرك مع الدكتورة رولا بزادوغ شكرا لإلك شكرا لإلكم يعطيكم ألف عارفة عطري مع معن حنين عمزاج أحلى إزاعة عطري